وانت طيب وبصحة وسلامة تغطية مستمرة وظيفنا الآن سعادة الأستاذ الدكتور عبدالقادر بن محمد تنكلة الأمين العام لمجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة مكة المكرمة ورئيس لجنة التنسيق بين أعمال المنصات الوطنية لمشروع أضحية العيد لهذا العام دكتور عبدالقادر أهلا وسهلا فيك سعادة أن تكون معناك كل عام وانت طيب أهلا وسهلا فين كل عام تم بخير دكتور عبدالحديث معك يعني عن استعدادات مجلس الجمعية الأهلية لمشروع الأضاحي هذا العام تحديدا الحمد لله رب العالمين بدت الجمعات في منطقة مكة المكرمة ومملكة عوما استعداداتها للتعامل مع شعيرة الأضاحي لتسهيل وصولها إلى المستفيدين في المملكة العربية السعودية وبدأت هذه المجالس في المناطق المملكة المتعددة بقيادة المجلس الرئيسي في دكتور سعدون سعدون والأمين العام الدكتور سلمان المطيري وبدأنا حقيقة مبكرا مع منصة التبرع الوطنية التابعة ذات المواد البشرية والتنمية الاجتماعية وكذلك مع منصة إحسان اليوم نحن نتحدث عن تنظيم رائع وجميل من لدن وزارة التنمية الشرية لتنظيم هذه الشعية لتنظيم عملية الأضاحي وذبحها وإيصالها لمستحقينها بالإضافة للجهد التي تقوم به البنك السلم التنمية مشروع مملكة للأضاحي لتسهيلها ووصولها من طريق الحجاج إلى المستفيدين بدأنا حقيقة التنصيق بحيث أنه تسجل هذه الجمعيات في تعاونها مع المجالس والمجالس مع منصة وتخصص كميات الحوم التي يمكن أن تصل إلى المستفيدين وأيضا قمنا بتأهيل الموردين والتأكد من سلامة المواشي والتزامها بالمعايير الشرعية والضاوة الشرعية وكذلك التأكد من المسالخ والتي الحمد لله رب العالمين في المملكة بالسعودية خاصة في منطقة المشاعر المقدسة قصة تطوير المسالخ الأهلية والمسالخ النموذجية والمسالخ الحكومية قصة يعني يشهد لها القاصب الداني كيف أن المملكة العربية السعودية حقيقة قامت بجهد كبير في تطوير هذه المسالخ والوصول بها إلى النموذجية كذلك التعامل مع اللحوم ليست قصة عادية يعني من يشهد الحج حتى هذا العام التجميد التبريد بالوسائل الحديثة حقيقة أمر جبار جدا هذا من ناحة المسالخ أما بالنسبة للتبرعات طيب قبل أن ندخل على التبرعات دكتور عبد القادر خلينا شوية في المسالخ أنت ذكرت أنه بدلتم جهود في آلية تطوير المسالخ أريد أن أعرف ما هي هذه الآلية بناء على ماذا أو ما هي المعايير التي اتخذتموها مثلا في آلية تطوير هذه المسالخ المسالخ طبعا وزارة الشؤون البلدية والقروي مثل في الأمانات والبلديات وتقوم كل عام بتحديد مسالخ محددة ونسمى المسالخ النموذجية المسالخ الآن تعتمد على التقنيات الحديثة في عملية دخول المواشي ومرورا بالفحص وأيضا آلية القط تقطيع عملية تنظيف ما يسمى بالهايجين الكامل لأنه أيضا عملية التخلص من الزوائد من الدماء التخلص من الفضلات أيضا عملية تفرز اللحوم وتغليفها سلامة العاملين سلامة المضحين أيضا سلامة الماشية نفسها الأمر الآخر أنا لدي تجربة خاصة يعني أروع عن قرب البنك الإسلامي التنمية قبل ثلاث سنوات أيضا بادة بإعادة دراسة تطوير المسالخ في منطقة ميناء والمشاعر المقدسة وأيضا معهد حادم الحرمي الشريفين مكة المكرمة جامعة من القرى يبدو الجهود وهو سنويا يقوم بتقييم هذه التجربة البنك الإسلامي وجوازات الحج ووجوازات البوشنة البلدية والقروية ومعهد حادم الحرمي الشريفين والجهات المعانية درسوا هذه المنظومة كاملة وفي حقيقة يعني استجلب أفضل التقنيات نعرف الآن عملت التعامل مع المسالخ الآلية نعم أيضا مسالخ اتخذت فيها التقنية الحديثة ونسبة التعامل الجزارين مع اللحوم وتغليفها يمكن تصل إلى نسبة أقل من ثلاثين في المئة يعني الذبح مع ذلك تكون عملية آلية بحتة وأيضا التخلص من الزوائد من الدماء من الفضلات أكرمكم الله وغيرها تكون هذه عملية لمحافظة العلبياء لأن تعرف كمية الدماء التي تذبح تسيل في مسالخ كبير جدا ولا يمكن رميها في الأرض لأنها تؤلوث المياه الجوفية والأرض والآن الحمد لله رب العالمين ودت تدخل فيها تقنيات حديثة بحيث أنه تعالج هذه قبل وصولها إلى التالي ثلاثة البيئة قصة حقيقة أنا أعتقد أنها نجب أن نركز عليها الضوء لمعرفة أن المملكة البيت السعودية تراعي أدقد التفاصيل في هذه الشعيرة التي يعني واجبة على كل مسلح على كل حاج على كل والمسلمين أيضا حثوا عليها بالتالي نحن أيضا نقوم في المملكة السعودية بإهداء برسال هذه الأضاحي إلى المستحقين في العالم الإسلامي بالتالي أيضا نحن نحرص على أن تصل هذه اللحوم إلى مستفيدين منها في العالم الإسلامي بطريقة آمنة سليمة حديثة اليوم أيضا حتحدث أيضا عن باكجينغ الآخر اللي هو عملية يمكن تكون جاهزة للأكل صالحة للأكل في معلبات محددة تجاوره محددة حديثة السنة دي في تجربة جيدة حد تطوم بها مع حد خالي محل المشيفين مشاعر وتجميد اللحوم في بعض المسارخ يعني حقيقة وتقيم هذه يعني أعتقد جهود تذكر وتشكر حقيقة مهم جاملة أنا متخصص في الهيجين وكل حاجة وأتكلم بكل فخر بأن هذه القصة قصة كبيرة تتسجل لهذه البلد وهذا نحن نتعامل معها من منطق علمي صحي بيئي اقتصادي أيضا تنمي مستدامة لموضوع اللحوم ما هي مسألة أنت كنت أسأل اللحوم ما هي مسألة فقط ذبحة تسيل الدماء لكن كيف نعظم الفائدة ونستغل ونستفيد من سماحة الإسلام وشعير ووسطية الإسلام في الاستفادة من هذه اللحوم بشكلها الصحيح لفائدة المستفيد وهو المسلم المحتاج جميل دكتور عبد القادر ذكرت في حديثك أن هناك فحص للماشية قبل أن تدخل هذه المسالخ النموذجية صحيح؟ صحيح في حال وجدت مثلا أضحية من الأضاحي الموجودة لديكم أثناء الفحص بها بعض الأمراض لا قدر الله أو فيها مشكلة معينة ما هي طريقة التعامل معها؟ طبعا اللحوم المستوردة من الخارج تقوم مزارة البيئة والمياه والزراعة بمراقبة المردين من بلد المنشأ يعني لم تصل إلى المملكة المسعودية أي ماشية عليها ملاحظات صحية ترفض تماماً يعني هذه قضية أيضاً يعني نحن في المملكة لا نتسافر هذه القضية لأنه مسأل انتقال أمراض الحيوانية إلى المملكة وهذه أمر غير مسموح به وتراقب الوزارة بشكل كبير جداً حتى في البواخر إذا حصلت أي نفوق أو أي مراض تخلص منها بطريقة صحية علمية طبعاً في طرق التخلص من هذه أما تصل إلى الحضاير فيه جولات متعددة خاصة في الأيام هذه تقوم وزارة المرد البشرية لزارة البيئة بجولات متعددة وكذلك الوزارة الشمال البلدية والقروية تقوم بزيارات فأي أمراض تستثر على الماشية تم تخلص منها بطريقة متفق عليها في بورتوكول معين جميل خلص أيضاً أثناء الذبح إذا ظهرت بعض اللحوم عليها خاصة للحوم المحلية بعض الأمراض التفيلية أو غيرها يتم تخلص من الذبيحة كاملة يعني لا ننتظر نحن مسأل تخلص من الكبد أو كذا لا يتم تخلص من الذبيحة كاملة وذلك الضمان سلامة وصول اللحم إلى المستفيدة جميل دكتور عبد القادر إذا سمحت لي سنتحدث طبعاً عن منصة تبرع هذه المنصة الجبارة ولكن إذا سمحت لي سننتقل لزميلنا إبراهيم العنزي وتحديداً من مبنى الجمرات إبراهيم كل عام ونت طيب إيش الجديد عندك إيش حاب تطلع السادة المشاهدين عليه من خلال الموقع اللي أنت متواجد فيه الآن تفضل ونت طيب إن شاء الله زميلي وعيدكم بارك جميعاً مشاهدينا في كل مكان طبعاً أقف في مجهة الجمرات منذ ساعة الصباح الأولى بدأ توافض الحجاج على دفعات لرمية الجمرة الكبرى العقبة الكبرى طبعاً على كل مجموعة رأس مجموعة من الحجاج هناك مفوجين أو مشرفين تفويج على الحجاج راح أتكلم أكثر عن دور راح أتكلم أكثر عن دور المشرفين التفويج ونتعرف عن عملية تفويج الحجاج أكثر في البداية راح أفيك أتعرف عليك محمد الجبرتي يا هلو سهلا فيك تكلمني عن عملية تفويج الحجاج كونها على دفعات إيش عملكم بالضبط وكيف تسيروا الأمور معاكم بسم الله الرحمن الرحيم ابتداء أنا عملي كمرافق وحدة تنفيذية أكون متابع من عشرين حاج نحن مقسمين على المجموعات كل عشرين حاج عليهم مرافق وحدة تنفيذية مهمة المرافق متابعة الحجاج تطبيق الإجراءات الاحترازية الكمامة التباعد طبعا عشرين تحصص يكونون في الباص يكون عليهم مرافق واحد يتابع معهم كل أعمال الحج ابتداء من وصولهم إلى ميناء حتى انتهاب جميع أعمال الحج هلو هناك مرحلة صعبة أو يوم محدد من بداية موسم الحج كانت عليكم العمل فيها والله طبعا لا شك أن أول يوم هو أصعب يوم بحيث أني ألتقي بالحجاج ونجتمع في الحرم في مكان معين ونذهب إلى أداء الطواف يمكن كان هذه أصعب مرحلة شوية لأن الحجاج بسا مو معرفين الطريقة فالحمد لله تيسرت كل شيء كان واضح في الحرم الخطوط كانت موجودة وزارة الحج ما شاء الله أدت جهود طيبة جدا في وضع الخطوط رجال الأمن تساهلوا معنا وحثونا على اتباع التعليمات يعني كل شيء كان واضح ما شاء الله تبارك الله الصعوبة كانت في التقاء الحجاج وبعد كده كله تيسر الحمد لله بالنسبة لساعة العمل لكم كونكم مخوجين كيف ساعة العمل لكم على مدار الساعة وعلى شبتات طبعا احنا عملنا مع الحجاج حيث يذهب الحاج نحن معه سواء يبغي يطوف يبغي يسعى يبغي يرمي جمرات احنا من الحجاج مباشرة معه طبعا التهركات ما تتم إلا على تعليمات اللي يتصلي من مشرفه مشرفه تلقى التعليمات حسب التفويج أو خطوط التفويج التي تصل إليه من وزارة الحج لو كان في حاج حاب أنه يطلع الحالة هل يسمح له ولا لازم يكون مع المجموعات نبهونا على هذا الكلام ونبهنا على الحجاج عندنا الخروج الحاج اللي وحدي ممنوع لابد كل حاج كل مجموعة تخرج مع المشرف معها المرافق الوحدة التنفيذية وأكدنا عليهم هذا الكلام والجميع أدى يعني تفاعله وأدى إعجابه بما نقدم ونقدمونه من الخدمات شكرا لك ويدك العافية طبعا زميلي جميع الجهات الأمنية والجهات بشكل عام المشاركة تبذل جهودها تحدثنا عن جانب تخويج الحجاج مع أحد مشرفين التفويج وكلمنا بشكل أكبر عن عملية تفويج الحجاج منذ بداية موسم حج هذا العام أسأل الله أن يتقبل من الحجاج طاعج هذا ما كان لدي من هذا الموطع أعود لك زميلي لك الصوت والصور شكرا 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 إبراهيم يعطيك العافية على هذا اللقاء الناس تبغى تشوف طبعا ماذا يدور في المشاعر المقدسة ونحن كنا قد وعدناهم بأن القناة السعودية ستكون حاضرة بكل التفاصيل فيما يخص حج هذا العام من خلال هذه التغطية المباشرة أعود مرة أخرى لك ضيفي الدكتور عبدالقادر تنكل دكتور قبل أن نتجه لزميلنا إبراهيم في مبنى الجمرات كنا نتحدث نوأنت عن منصة التبرع ما هي الخدمات المقدمة في هذه المنصة تحديدا منصات المملكة العربية السعودية في تنظيمها لعمال التبرعات في هذه الفترة الأخيرة قفزت قفزات عالة جدا وذلك من أجل حوكمة التبرعات تنظيم التبرعات سهولة التبرعات وضبط الصرف وضبط الموارد وضبط أيضا التعامل المالي لأن المتبرع يحتاج بدل ما يروح إلى البنك وتحويلات الطويلة هذه الوقات وأيضا الشفافية والنزاهة الحمد لله رب العالمين ظهرت لنا منصة التبرع الوطنية وأيضا في قبل أشهر منصة إحسان أولا قد مشكل أو حقيتك أنا كمواطن متبرع أو محسن أو كذا يعني إلى وزاة الموادة البشرية والتنمية الاجتماعية وأيضا هي العامة هيئة الأمن السبراني جهود كبيرة يا أخوان والله العظيم اليوم هذه تقدم لك أربع أشياء بعض المنصات مستحسان مثلا هي قطوتين فقط فقط أنك تدخل على المنصة تختار الأضحية وتتبرع منصة التبرع الوطنية فيها أربع أشياء أيضا مزايا أخرى أولا منها أن تختار الأضحية هل هي أضحية كاملة أو ثلثة الأضحية هل تختار منطقة التي تريد أن تضحي فيها هل هي منطقة الشرقية أو مكة المكرمة أو الشرقية أو النجران الأمر الثالث تختار نوع الذبيحة هل وحره هل سواكني بربري نجدي نعيمي إلى آخرين أيضا هناك تفاوت في المناطق ولذلك هذه المنصات جعلت عملية حث الناس الآن إلى الدخول إلى المنصات بقوة اليوم لأنك تضمن أولا أن أموالك تذهب إلى الجمعيات المرخصة التي تؤهلت وتساهم معنا في العمل اثنين أن أسعار هي الأسعار الحقيقية أن الموردين موردين متعمدين الدبح سيكون في مسالخ المعتمدة ووصول أهم حاجة وصول الذبيحة والأضحية إلى المستفيدة الأساسي في المملكة في القرى والهجار والمدن التي أنت اخترتها كمتبرع وأيضا هناك خدمة أخرى قد تصل إذا أنت سيجلك في المنصة تصل لك رسالة SMS تخبرك بأن الذبيحة قد ذبحت وبإمكانك أن تقص شعرك كذا المنسبة غير الحاجة جميل إذن هذه قضية حقيقة جميلة جدا لم تظل أنا في هذه أهلها ولعلمكم هذه العام الأول المنصة تطخل بقوة وما زال مستمر معنا إلى يوم 11 يعني اليوم بدأنا أربع أيام نستقبل وإلى يوم 11 نستقبالها طبعا أنبه هنا أن كوبونات الخاصة بالحجاج يمنع منعبات الدولة لغير البنك الإسلامي التنمية عشان نحرد للناس من التعامل مع كوبونات الأضاحية ضد صد التعميمات من الجهات المعنية أما بالنسبة لأضاحية فهي منصات الوطنية أأمن وسيلة لا نذهب إلى تطبيقات ما نعرفها مصات الحمد للرب العالمين اليوم نحن في المنمكة السعودية يعني متجهين بقوة واليوم سيدي خادم حرم الشريفين جزاء الله خير أكد على الحج الذكي هذا حج ذكي يا أخوانا اليوم عندنا الإسفر الذكية هي مهن كما ذكرت وزيرنا وزير الحج معاين وزيرنا وزير الحج هي ليست عبارة عن طاقة هي عبارة عن منظومة خدمات صحيح وتدخل فيها أيضا منظومة الآن خدمات الأضاحية تدخل في ضمن هذه منظومة إذن الشعيرة بدأت من بداية الحاج والإنسان الذي يمارس الحج أو يمارس أعمال الحج الذكي الآن يا دكتور بالضبط وأنا أعتقد اليوم نحن نتجه إلى فضاء آخر التعامل مع الحج الذكي يسهل لك عملية أفاء شعيرتك والنسك بيصير سهولة صحيح والحمد لله رب العالمين يعني بلادنا تقدمت خطوات على كثير من الدول في قضية الذكاء الصناعي وستخدام التقنية والتكنولوجيا نعم استثمرنا فيها بلايين ونحن ما زلنا نستثمر فيها نعم وندعو الجميع أن نستفيد من هذه البنية التقنية الغير مسبوقة جميل جدا دكتور ذكرت أن الأسعار مناسبة ما هو متوسط الأسعار في منصة تبرع؟ يعني مثلا عندك مثلا الحم البربري حوالي 750 ريال سبع ست ديال يعني هذا متوسط العام نعم الحري نفس الشيء 1500 يعني الأسعار الذين كانوا يذكروا أن الأسعار تفعات وكذا هذا غير صحيح أقل من أسعار السوق بره يعني طبعا تضاف عليها رسوم الإيصال وخدمات كم الرسوم؟ يعني حيانا 20-30-40-50 إلى 100 ريال مقبولة نعم جدا مقبولة يعني لأنك اليوم أنت كمتبرع يعني بدأ ما تذهب نفسك إلى المسلخ وتقف عند المسلخ وتوصلها إلى المستفيد اليوم لا خلاص هذه الجمعيات الخيرية أنت وكلتها وكلت منصة وبالتالي هذه الجمعيات في عندنا حاجة في جهاء نحن نتابع وصول اللحوم ما يسمونه اللحظة أيضا عندنا في جوجل في برنامج الجوجل تطبيقات الجوجل في موضوع عدد الأضاحي باللحظة يعني أنا مثلا اشترينا عشر اشتري عشر عشرين ذبيحة بربري أو ألف حذيحة كذا تذهب إلى المجلس والمجلس مشارة تحولها إلى الجمعية الجمعية تحولها إلى المورد المورد فيه هناك مندوبين عند المسلخ يعني عملية سريعة جدا آنية يعني كلها عن طريق التبع الآلي لحركة التبرع التبرع إلى وصول الذبيحة هذه تجربة تجربناها في زكاة الفطر وكانت ناجحة جدا الحمد للرب العالمين وأشاد بها كثير من المراقبين نجحت منصتين منصة إحسان ومنصة التبرع الوطنية جميل في هذا الجال نحن إن شاء الله تعالى في هذا العام نطبق هذه تجربة ضاحي وناس نجح بمناسبة يعني دشنت هذه الحملة وتتابع ودفتعت فيها يعني بجهود كبيرة كل هذا نحن نريد أن نظم عمل خيري في المملكة لوصوله إلى عمل خيري يعني راقي قطاع ثالث داعم للوئية عشرين ثلاثين وهذا ما أشار بي سيدي أولي العهد أن القطاع الثالث سيكون أحد القطاعات التي تساهم في محتوى المحلي ونقتضر محلي وهذا مشاهد في كل العالم الخدمات تسند لهذه الجمعيات الخيرية المؤهلة وذلك ندعو الجمعيات إلى حكم تعمالها الشفافية النزهة التخصص والتعاون مع الجهات المعنية نعم والموثوقية كذلك يا دكتور بالنسبة للمستفيد من هذه الخدمات نعم الآن طبعاً نحن عندنا حاجتين ترى يعني أكدت عليها القيادة الرشيدة وهي كرامة المستفيد نحن لا نفرص المستفيد وإنما نتأكد من وصول الدبيحة أو الصدقة أو الزكاة إلى المستفيد الأساسي طبعاً كل المستفيدين الآن مسجلين لدى الجمعيات هناك منصة ستطلقها المجالس إن شاء الله تعالى مع الهيئة عامة للأوقاف ومع أيضاً مع الجهات المعنية في السادية وغيرها من أجل أن لا يكون هناك تكرار للمستفيدين لا في المنطقة الواحدة ولا في الجمع الواحدة تربط كلها بالرقم البطاقة الأحوال أو الإقامة التي حسب نوع المستفيد أو جنسيته وأيضاً الأمر الآخر أنت الآن هذه البطاقات أو هذه التقنيات تساعد على أن المستفيد ليس فقط مستفيد يستبيد مال ولا يستبيد أيضاً غذاء نحن الآن نتحدث عن ما يسمى البنك البنك الطعام في المملكة الأولى السعودية والأمر الغذائي للمستفيدين نحن الحمد لله رب العالمين نحرص أن لا تكون هناك أي عجز في المواد الغذائية سواء السلال الغذائية أو اللحوم وغيرها وحتى المياه أن تصل إلى المستفيدين في أبعد نقطة في أبعد قرية جميل هذا نحن لا نقول جاملة أو تفاقرة لا وإنما بنعمة ربك بحدث الآن مثلاً عندنا وقف الملك عبد العزيز المياه نحن توصل للجمعيات كميات كبيرة من المياه طيب هذه العمل أوقع وتبنى إذا سمحت لي سنتحدث عن الوقف الخاص بالمياه ولكن سنتجي هنا وأنت وساد المشاهدين إلى زمينا فيصل العمير من أبراج منا تحديداً فيصل صبحك الله بالخير كل عام أنت طيب إيش الجديد عندك اليوم حاب تطلعنا عليه من خلال هذه الفترة في التغذية صباح النور محمد وكل عام أنتم بخير والعيدون والفايزين إن شاء الله طبعاً نحن نتواجد في مقر حجاج بيت الله الحرام خاصة في الأبراج التي خصصت لسكن حجاج بيت الله الحرام في مشعر مينا طبعاً هذه الأبراج تحتوي مجموعة من حجاج بيت الله الحرام والتي توضحهم الصورة من خلفي طبعاً قائم على المجهود خدمة حجاج بيت الله الحرام في هذه الأبراج مجموعة من الشباب السعوديين طبعا لنفتخر فيهم طبعا لأخذ انطباعات أو معرفة كيف تدور حياة حجاجة بيت الله الحرام خاصة في هذه الأبراج ينضم إلينا سامر الوصابي وهو المشرف العام على البرج رقم واحد في مشعري ميناء راح فيك سامر نقول لك يعطيك العافية وكل عام أنت بخير ومن العيدي الفايزين بخير إن شاء الله وكل عام والجميع بخير إن شاء الله الله حيكم طيب سامر نتحدث عن حجاج بيت الله الحرام كونك المشرف أنت على البرج رقم واحد في مشعري ميناء لكن تحدثني عن حالة الحجاج كيف قضوا هذا اليوم خاصة ليراحوا ورموا الجمرات ورجعوا مرة ثانية ويستعدون للذهاب إلى الحرم المكي لأداي الطواف طيب الحمد لله كل حاجة تكون مرتبة أول ما يصل الحجاج عندنا بيكون عارف الدور اللي يسكن فيه وعارف الرقم السرير اللي موجود فيه طبعا بعد ما نتأكد من سلامته والتصريح حقه وجميع الإجراءات فيطلع على سريره مرتاح الحمد لله كم دور تقريبا البرج؟ 12 دور عندنا كم غرفة يحتوي؟ تحتوي على 106 غرف ممتاز طبعا أنتوا من ضمن الخدمات يتقدمونها سامر تقومون متأكد يعني خاصة في الباب الخارجي يتأكدون من وجود تصريح توكلنا وخياس دراجة الحرارة جميع إجراءات الطبع؟ نعم لازم نتأكد من تصريحه نتأكد من حرارته نتأكد من الإجراءات اللي لازم أكله طيب من ضمن الخدمات يتقدمونها يا سامر أيضا الحاج لا يحتاج أنه يطلع من المبنى عندكم ما شاء الله سبارك الله أيضا دكتور مناوب داخل الأبراج حلاق أيضا كذلك تعدثني على الخدمات الثانية اللي يتقدمونها هذا موفرين مستوصف خاص بالحملة حقتنا طبعا لقسم الرجال وقسم النساء كلهم دكاتور موجودين بين الممرضين والحمد لله الحمد لله ما جاءنا أي مسكلة فيها طبعا هذا كله فراحة الحجاج طيب وبالنسبة للحلاق يعني حتى الحجاج حجاج بيت الله الحرام يعني اللي يخلص من رمي الجمرات يجي يحلق هنا على طول يعني في حلاق أنت وقمتوا بتخصيص الحجاج بيتنا نعم عساسا بره الحاج ما يحتاج أن يطلع بره المبنى فجبنا لما حلاق معين في مكان معقم وكل الإجراءات الاحترازية ما أخذينا ولله الحمد هذه كل أفصال الحاج بالنسبة للوجبات طريقة العاشة سامر كيف تتم في المبنى متعاقدين طبعا مع الخطوط السعودية هم بيجيبون لنا الوجبات المغلفة فنتأكد من سلامتها ونتأكد من حرارتها ولله الحمد يعطيك العافية سامر شكري مقدم نعم محمد طبعا هذه أعضاء الحجاج هنا في المباني أو الأبراج المخصصة لحجاج بيت الله الحرام خاصة في مشعر ميناء طبعا زي ما ذكر محمد يعني طب يتم التأكد من جميع الداخلين إلى هذا المبنى من خلال أخذ الحرارة قياس درجة الحرارة كما ذكرنا بالإضافة إلى التأكد من وجود تطبيق توكلنا كذلك يعني هناك عيادة خاصة لحجاج بيت الله الحرام دكتور ودكتورة يعني لكل الجنسين يعني تقوم بخدمة كل الجنسين هذه العيادة بالإضافة إلى الحلاق يعني ما يحتاج للحاج أنه يطلع خارج المبنى ويبعد عن المبنى عشان للإحتياجات اللي يحتاجها خاصة اليومية نعم يعطيك العافية فيصل الجميل في الأمر يعني ارتفاع نسبة الوعي المجتمعي بأهمية هذه الإجراءات الاحترازية شكرا فيصل يعطيك العافية ولا نعود بإذنه تعالى معك مرة أخرى أثناء هذه التغطية دكتور عبد القادر يعني كنت تتحدث أنت عن الوقف المياه والعمل في وقف المياه أترك لك المساحة لإكمال حديثك طبعا المملكة البيت السعودية منذ تأسيسها سعت إلى توفير المياه توصيل المياه إلى منطقة المشاعر المقدسة بشكل كامل منذ عهد المؤسس الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى ولذلك أيضا كان أيضا مشاريع الخزن الاستراتيجي للمياه حتى لا يتصير عندنا أي عجز بالنسبة لمنطقة المشاعر المقدسة ومنطقة الحج عموما وكذلك المملكة البيت السعودية الآن ما نشهد الحمد للرب العالمين من مدن تحلية وغيرها جميل مشروع سقيا سقيا المياه مشروع يعني هو مشروع شرعي ومشروع خيري ولذلك وقف الملكة عبد العزيز العين العزيزية سعى إلى أنه يتولى هذه المهمة مهمة سقيا الحجيجة بالإضافة إلى طبعا هي العامة الوقافة عندما تشجع الجمعات الخيرية والأهلية إلى توفير السقيا للمحتاجين في منطقة مكة المكرم وحتى في غيرها جميل لكن حتكلم اليوم عن منطقة مكة المكرم بالذات سواء المقيم سواء الألحاء سواء المعتمر أو الزائر نحن اليوم في المملكة نحاول أن كما أطلق برنامج الدفر الرحمن أن نسعى إلى ثراء تجربة الضيف الرحمن وكذلك تجربة المستفيد من خدمات الخيرية في المملكة وكذلك تجربة العميل هذه تعمم على الجميع وذلك سوق المياه اليوم ليس فقط إيصال المياه في العوات المعقمة النظيفة بل أيضا هناك بعض المشاريع في بعض القرى وتحلة المياه الأجهة الصغيرة والبرادات نحن في اليوم كل يوم نشهد عملية تغيير في عملية إيصال المياه إلى المنازل جميل بحيث تكون آمنة سليمة نظيفة صحية وإيضا رخيصة وفي بعض القرى في تجربة إن شاء الله تعالى يعني يطلع بعض الناس نعم يستخدم فيها الطاقة الشمسية لاستخدام المياه المحلاء المعالجة بحيث أن تكون مياه سليمة لبعض القرى نعم وصالحة الشرط طيب دكتور عبد القادر فيما يختص بمشروع الأضاحي ما هي الأهداف لهذا المشروع في هذا العام تحديدا وين حبي أن توصلون والله سبحان الله الأضاحي هي شعيرة إسلامية بدأت من عهد سيدنا إبراهيم عليه السلام ولذلك الله سبحانه وتعالى حثنا كأم إسلامية على التعاضي التراحم في هذا اليوم بذبحه يعني العج والثج كساس الدماء نحن نريد أن نصل إلى أن كل قادر على أن يضحي أن يضحي ولذلك نسهل له عملية الوصول إلى أفضل وسيلة لتيسير الوصول إلى أن يقوم بهذه الشعيرة في السابق تبعا إذا كان الأمر صعب الأسعار غالية عن توفورها المسالة غمدودة تجد الإنسان يعني فيه صعوبة ممكن تلاحظها أنت في بعض المناطق اليوم نحن نريد أن نصل إلى أن كل قادر في مكانه فقط الابليكيشن الذي عنده التطبيق في يده الجهاز أمامه بضغط الزر استي سي بي أو غيرها من التطبيقات أو على كذا بحيث أن كل قادر أن يصل إلى أعلى رقم ممكن من هذه الذباح تصل إلى مستفيدنا هذا واحد اثنين أن نصل إلى أنه تبريد الأضاحي وتجميدها وبالتالي أيضا العملية التلبكة جعلها قابلة أن تطبخ إلى المستفيد يسميهنا عدة أشهر نحن نركز أيضا على الأربطة والمناطق البعيدة التي لا توفر لديهم الكميات الكبيرة نريد أن نصل إلى أنه نحن أمة متعاطفة وشعب ودود وشعب كريم وشعب معطاء يعني ليس فقط لمواطنين بل أيضا من يقيم معانا بلا شك من الجاحة الجاحة أثرت علينا كثيرا حتى على الجاليات والمملكة المسعودية لم تفرق بين مقيم أو مواطن في وصول الأسئلة الغذائية نحن مكة المكرمة قمنا أسئلة الغذائية بر مكة واحد اطلق صاحب السؤول ملكي المستخدمي المشافينا المينيخ خادف فيصل جزال الله خير أيضا بر مكة وثنين ستطلق قريبا إن شاء تعالى غذاؤنا واحد إذن نحن حتى الضاحينا سنشارك بها كل من يقيم على هذا في ذلك نحن نصل إلى أبعد نقطة في التسهيل في التيسير في عملية كما ذكرت الآن المنصات الموجودة ساعدنا على إلى أن نكون أضحية ذكية نعم العلماء جزاهم الله خير الآن يقلوا معنا في عملية أنه يدخال هذه التقنيات وسهولة التبرعات وسهولة التعاون معها أعتقد هذه مرحلة سنشهدها قريبا نشهدها في كل عمانة خيرية ليس فقط في الأضاحي لكن أضاحي اليوم تجربة إن شاء تعالى سنقيمها ونقيم أيضا نقيم تعاملنا مع الموردين المسالخ أيضا تعاملنا معها أنا في الحقيقة يعني نسجل شكرا لنا كثيرا الآن مسلخ جديد في مكة المكرمة وقيم أمانة مكة المكرمة وأمانة جدة وكثة مناطق حقيقة يقوم بجهد كبير في عملية يعني أن تكون الأضاحي بشكل جديد وشكل يعني سلس وسليمة نعم إذا سمحت لي دكتور عبدالقادر الحديث معك جميل ولا يومان وسنتحدث أيضا عن آلية توزيع الأضاحي وكذلك يعني العمل وفق هذه الجائحة التي ذكرتها أنت خلينا أبدأ معك في الجائحة قبل آلية توزيع الأضاحي أنت ذكرت قبل قليل يعني أن المملكة وهذه حقيقة ومشاهدة لم تفرق أثناء جائحة كورونا بين المواطن والمقيم ولكن أنتم في آلية عملكم ما هي الآليات أو ما هي آلية الإجراءات الاحترازية التي عملتم على تطبيقها مثلا في أثناء التعامل مع الأضاحي طبعا في الأضاحي الآن هو فقط المواطن والمستفيدين لا يصلوا إلى المجازر هذه نقطة مهمة جدا لذلك الذبح سيكون في المسالق موجود منذوب واحد نعم من كل منطقة أو كل جمعية بعد الذبح وبعد وصولها في البرادات حسب التعامل مع المعاهدين ستصل إلى الجمعية المحددة والجمعية لديها أسماء المستفيدين مساكنهم تصل إليهم هذه التلاجات وتوزع لهم ضمن برنامج توزيع الأضاحي وتسليمها بشكل سريع في وقتها الشرعي الاحترازات زيما تفضل ذكرت لكم يعني فحص الدبائح أيضا طبعا وزاة المياه والبلديات عما تفحص الجزارين بكرا يعني كل هذه الأمور يعني عما تأخذ محمل جد ما فيها يعني الموضوع الاحترازات يعني على أعلى مستوى لأنه لا نريد أن هذه الجهود الكبيرة يعني مضيع لكن لا تكسر هذه الحلقة التي وصلنا فيها في نجاحات كبيرة ونحن نرحم محمد الله بعمل من أجمل من دول متقدمة في عملية الاحترازات ومكافعة كورونا في الجائحة علمتنا أشياء كثيرة علمتنا أن بإمكان العمل الأهلي المتطوعين والعمل الأهلي أن يكون يعني سند كبير للعمل الحكومي والخاص والتالي نحن نريد كما ذكرت كلمة الموثوقية كل ما كنا نحن في عملنا الجمعية الأهلية عندهم العاملين لديهم مؤهلين المعاملين يعني وعي كامل مدربين هذا يساعد على ثقة المواطن فيهم جميل وثقة المسيط فيهم جميل دكتور عبدالقادر أخيرا يعني كيف شاهدت الإقبال على المنصات الوطنية والدور التقنية يعني بشكل عام الذي كان يوفر اليسر والسهولة كذلك على المستفيد طبعا في النظاح ما زالت الإقبال يعني نحاول نحث الآن المواطنين القادرين على الاستفادة من منصات يعني حقيقة طبعا ما نشر عليها ممكن اليوم وغدا هذه الفترة تزداد الإقبال على المنصات حتى اليوم نحن لم نصل إلى أهداف والمستثبات التي وضعناها لنفسنا لما تضلت الحملة تحتاج إلى وعي أكثر نحن يعني بدلة الوزارة منصات بجهد كبير يعني الإشكالية في الضاح أنها مقت ضيق حديد لكن يعني شو منصة إحسان في شهر وشهرين الآن وصلنا تقريبا إلى مليار وهذا الدليل عن أن المواطن عنده حب الخير وموسطة المستثبات لكن بالنسبة للضاح لأن وقتها شرعي ضيق وكان فيه هناك يعني زي ما يقول سلوكيات عند المتبع ضحين ونريد أن نضبح أو ضحي بنفسه صحيح اليوم يا أخواننا يعني نقول الشريع العمد للربع الشريع السمحاء والجاحة يعني لا تمكنك من مقيام بهذا العمل يعني لا يمكن في ناء المنزل أو في الحديقة تذبح وكذا لا انتهى الموضوع ده لأنه نحن الآن في دولة عصرية دولة حضارية تهتم بالبيئة نرجو من الجميع أنهم يعني من خلالكم أن أن يقبلوا على هذه المنصات جميل ويؤد هذه الأضحية تسكية لأنفسهم وإدخال السرور على الفقراء وعلى المحتاجين والتعاطب بيننا وهذه كما يقول العلماء فرحتنا مشتركة يعني فرحتنا مشتركة بأننا نأكل من نفس طعامنا من نفس لحومنا وكلنا نحن أسرة واحدة هذا العيد هذا العيد الأضحى أن نكون أسرة واحدة جميل ونحن من أسمه هذه يقدم أجمل أسمها يتهاني مولاي خادم الشريفين وسموني عهد والحكومة الرشيدة والشعب السعودي هذا العيد ونجعله عيد خير وبركة وننتنزح عن هذه الجائحة ونحن أن نمارس حياتنا بشكل طبيعي ونفرح بالعيد القادم بكل فعالياته بإذنه سعادة الأستاذ الدكتور عبدالقادر بن محمد تنكل الأمين العام لمجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة مكة المكرمة ورئيس لجنة التنسيق بين أعمال المنصات الوطنية لمشروع ضحية العيد لهذا العام شكرا جزيلا على تلبية الدعوة وهذا الحضور شكرا جزيلا إنه دكتور شكرا لكم كل عام بخير